مرحبا يا رجل، كيف تكون؟ يومي رجعتكم في فيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم نحن نعب لعبة بككستي واليوم يجمع جبت لكم أفضل أخبار أخيرا وصلني إيميل جديد من شركة لعبة بككستي عن التحديث القادم اللي سيكون فيه أهرامات و أشياء عند علاقة بالتاريخ العربي و كثير شغلات يا جماعة، كثير 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 متحمسة الفيديو الأخبار شوي طويلة فأحاولني أختصارها بها الفيديو لكن لا تخافوا لسه يحملكون فيديوهات مختصرة عن كل شيء ليس مختصرة، بسعم فيديوهات تفصيلية عن كل شيء، هذا الفيديو فقط اختصار فلسه يحملكون المهم، فتبع مع الفيديو الآخر، كمان شتركوا بالقناة لو لسه ماكم شتركين و بس هلأ يا جماعة، خلينا نبدأ طبعا بالبداية تبع الإيميل قالت غوسبغرل أنه فريق الفائز بزيرو غرافتي هو الفريق الأخضر واو، ما كنا بنعرف غرل اوكي، وكمان يا جماعة شو فيه كمان؟ ايو، قالت لنا أنه تحديث القادم تحديث غير متوقع وراح يكون تحديث تبع الأهرامات ويعني التاريخ تبع مصر وكذا يعني كثير بجنن، صراحة لما كنت صغيرة كنت كثير كثير بحب هيك رسومات متحرك يعني هيك شغلات وبيكون فيه كذا ممياء بيطلع من قبره ومدرشو بخوف فكنت راح كثير بخاف من هيك شغلات صراحة، بس كمان يعني وأنا بكبر يعني بت... يعني... مدرقة عز كيف أقولكم، ما رح طول أكثر ما رح طول كثير بفيديو بس بتي لكم الشغلة مهمة أنه أنا يا جماعة زمان عملت لكم فيديو بحكي لكم فيه أنه شوفوا أهرامات في كيكستي وقلت لكم أنه ممكن يعملوا عنه تحديث باللعبة وطلع من جد صح يا جماعة او ماي جود ما كنت أتوقع هذا الشيء صراحة أنا توقعته زمان انت قلت او ماي جود ممكن ينزلوا أهرامات بس ما فكرت شي كثير ما قلت أنه او ماي جود بكيكستي راح ينزلوا أهرامات لا ، مش قالت ممكن ينزلوا أهرامات فهلا قلت تجد هذا الشيء رح تترك لكم رابط في الفيديو وصندوق الوصف حسنا يا جماعة هلا خلي ألكم كأنه بكل اختصار أنه أهم الأشياء ينزل فألم ما رح يكون طبعا تحديث كأنه في مصر فـ اوكي اوكي . العنوان الكبير الاكبر قالوا يعني انه الآن خلص وبدأ الموسم تبع العطلة الصيفية وهذه المرة سنستمتع بها في مصر هذا اللي قالوا بعدين فيه عنوان كبير قالوا أنت لست أبو ألهاو اللي تلعب اللغز مدري جايز شو أسطن بس بكل اختصار جايز رح يضيفوا يعني لغز أو مدري إيش رح نشوف جايز الصور حلق بعد شوي بس نوع بعدين فيه عنوان كبير اسمه خرج فرعون من القبر What? خرج فرعون من القبر Girl أم آنت لنا Gossip Girl عندما كنتم أتجول في مصر عثرتها على قبر وبالطبع أردت أن أبحث عن ترترات فرعونية مدري شو قاعدة عم تلخبط بس أعتقد فيه ممياء أشياء زي هيك فيه كما لعبة Monster Lab جديد رح تنضاف طبعا متعفوا لعبة Monster Lab صح تبع الوحوش اللي فيها كأنه متاهاش رح تنضاف وحده رح يكون فيه كذا الوحوش هنا الممياء و رح يكون فرعون هو الوحش الكبير زي هوك موث اللي كان بالليدي بوغ ايما بعدين قالوا رح يضافوا أهرامات و يعني مدينة بيكيكستي رح تتغير يا جماعة والشكل اللي بيحطوا فيه البيوت رح يتغير يا جماعة رح واجيكم guys الصور بعد شوي بس بس ابقوا معي بس ابقوا معي الفيديو ايما فارح تضيفوا كمان منزل جديد ع شكل أهرام ايش أهرام اسمه هرام كمان أكيد ملابس جديدة احب الملابس الجديدة سوف يضيفوا ميزة جديدة في تجارة الحيوانات الأليفة سوف يضيفوا منطقة حصرية جديدة لتبادل الحيوانات الأليفة يعني عالم او يعني بوابئ اللي ندخل عليها بنلاقي بس الناس اللي بدهت تتبادل الحيوانات الأليفة يعني بدكن تتبادل الحيوانات الأليفة روحوا لهذاك المكان زي adopt me بتروح عن مكان بتلاقوا الناس اللي بتقولكن ABC for neon unicorn زي هيك فاهمين ABC for fair trade بعدين بعملكم سكاموا بيطلعوا انتو بتكتبو مو انتو يعني بس بس عامة اللي عم بحكي المهم هلا يا جماعة كمان تقدروا انكم تصفوا حيواناتكم الأليفة حسب مستوى الندريا الندريا و الاسم كما اصبح من الاسهل الآن عثوروا على حيواناتك الأليفة عندما تحتاج استبدالها او حتى عندما تريدوا استحابوها في النزهة سوف نشرح لكم هذا الشي اكثر لما نشوف الصور يعني نشوف نشوف اوكي هلا يا جماعة خلينا وحشوف الصور لانه في كثير اشياء اصلا يلا بينا اوكي هذه هي اول صورة يا جماعة اعتقد هذه هي الواجهة تبع التحديد كثير بتجلن يعني بتمثل التحديد كله تشوفوا يا جماعة في كمان قطة جديدة اوه مو احرم اقصد ممياء بعدين لكم في كأنو مستكشفين شوفوا هيك بيكون لابسين طالعين من هارم بعد ما دخلوا عليها اعتقد بعدين وخوش او مياء طلع من قبر رايحين بيلحقون لكوا قاعدين بيبكوا البنت قادم تبكي من الخوف والولد لكوا شوي رح يبكي وليكوا بعدين هيفرعونه ما اسف فرعونه افكري بس اقول يعني شوفوا يا جماعة كل هدول واو حبيت يا جماعة شوفوا او ماي جود كثير حبيت هل اصار بدي روحة مصر كاز والله بدي روحة مصر يعني عن جد عن جد او ماي جود المهم هذا الشي كثير حلو ما شاء الله والله واو واو ما شاء الله عبكي اكسدي يعني اتقنوا هذا الشي بتاع فكا بياخذ يعني اوبس المهم بعدين عفكري اللي يعني من مصر متابعيني من مصر يعني اثبتوا وجودكم بالتعليقات المهم هلا قاعد هذه هي الصورة بتوضح لنا انه رح يكون فيه كأنه الغاز وشي زي هيك سو هاي بيبينو لي اياها انشو هذي هذا مبين انه قطة اوه او ممكن تكون يونيكورن لا لا هاي قطة هاي قطة متأكدة مهم فليكو جماع هذا وشكل تباع الوحوش اللي عشكل ممياء او ممياء عشكل وحوش مدري وحوش عشكل ممياء ايوه باللعبة تباع مونستر لاب بعدين يكون قاعدة خلفية لو لو احطوا فيه هاي الشغلات ستباعك انه اللغة اللي كانوا بيحكو فيها زمان بعصر فراعنة مدري شو اعتقد اهدي عم لخبط بس لا تبليني لا تبليني مهم هذا هو المنزل الجديد رح ينزل كثير بيجنن كثير واقعي مبين كأنه عن جد يعني هاريا مندخل داخله يعني ليكو جوات و ايش فيه فيكو منصباغات جديدة او مي جود هاي الاشياء كثير بتجنن يا جماع واو المهم شوفوا كايس هاي الشكل تباع المدينة شو رح يتغير سيصير سيصير كثير بيجنن ليكو كايس العالم اول شي ليكو الغيوم على شكل اطوت اطوت هل زمان كانوا معروفين بالقطوت اطوت اطوت ايش اطوت اسمن قطط اطوت ليكو كايس هون ايش موجود طبعا المدينة تباع بككستي مليانة كده احريع مات غيروا الشكل تباع كل اشي تقريبا like mostly everything زمان كانوا عملوا انه انعونسمنت خبر قالوا فيه ما رح نغير شكل بيككستي ابدا 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 بالتحديثات رح نضيف بس باقات بس هلا يا جماعة غيروا رقيهون هي هي اوكي سراحة اصلا طلعت توقعي صح لانه كنت قلت لكم انه رح يضيفوا اشي غير متوقع والافضل يا جماعة هو انه انا زمان كده عملت فيديو اول واحدة عن جد عملت فيديو عن اهرامات في بيككستي وطلع فكرتي الصحي اني ليكو ايجو تحب بيككستي like my idea came true المهم شوفوا قايش شكل تباع بيوتها كيف رح يترتبوا واحد جنب واحد الامر مرعب مدري سراحة الاشياء شوي بتخوفني مو بتخوفني بس يعني مدري بحس شعور غريب كتبوله بتعليقات له فاهميني ولا لا بس يعني بحب هاي الشغلات ليكو هلا الملعبس جديدة اريح تنضاف والآثات كمان سيارة جديدة كمان بتمشي بالرمل وكذا بدن ليكو في المنزل جديد كل الشغلات فيه كمان رأس جديدة شوفوا قايز رأس جديدة تباع فراحة شوفوا اللبسة تباع فراعون ومدري شو هاد بدن ليكو هاي فراعونة ومدري امسميها فراعونة باترا ما ادري مين هادي بسمهم ملابس كذا عصر الفلعونيين عافقا امجوز بيين سركاسيك مهم هاي ملابس مستكشفين او مدى السلاحة شو اسمهم هذا مكان تباع البوابة تباع الحيوانة الاليفة بعدين هاي السيارة الجديدة وهذا يجمع لتلكم تباع الحيوانة الاليفة المكان حنصير نبحث فيه يعني نبحث فيه عن اسم الحيوانة الاليفة وكذا شوفوا ما هي كايز كل الصور هون عافقا احصر فيكم تتناقشوا عن هل بدكم يعني الحيوانة او لا اما مشوفوا كايز هلا كل هدول الصور رح كده تصويم بسرعة بس ما تخافوا احاملكم كايز فيديوهات مبسطة ومفصلة عن كل اشي لوحده رح نحكي عن كل اشي ام كايز بحبكم كثير بس نلتقي بالفيديو الشاي باي